الدولار بـ 45 جنيه مفجأة كشفها الملياردير ياسين منصور خلال الساعة الأخيرة والمشكلة أن الرقم ده أكبر من سعر الدولار حتى في السوق الموازية وبفارق كبير كمان ده يخليك تسأل رجل أعمال زي ياسين منصور جب الرقم ده منين وهل ده التفسير لجنون الأسعار اللي بنشوفه في مصر كل ده وأكتر هتعرفه معايا في الفيديو ده أنا أيا الوليلي أكمل معايا الفيديو للآخر عشان تعرف كل التفاصيل أسعار العقارات كل يوم في الطالع وسعر الشقة دلوقتي زاد أضعف تمانها عن السنة اللي فاتت ده خلى كل اللي كان نفسه يشتري شقة يصرف نظر عن الفكرة علشان كده الناس بدأت تسأل هو مصير أسعار العقارات ايه هو سبب ارتفاعها حسب تصريحات رجل الأعمال ياسين منصور صاحب مجموعة بانهيلز للتطوير العقاري إن الدولار هو سبب ارتفاع أسعار العقارات بالشكل الموجود حاليا وده لأن المكون الدولاري يدخل في كل قال كمان إن المطورين العقاريين علشان يأمنوا نفسهم من أي انخفاض تاني في الجنيه بقوا بيسعروا الدولار بأعلى من سعره مش بس في البنك المركزي لكن كمان سعر الدولار في السوق السوداء يعني مثلا لو الدولار في السوق السوداء بـ 40 جنيه الشركات بيتسعروا في شغلها بـ 45 جنيه طيب هالمعنى كده إن أسعار الشقة متكملة في الجنون للأسف ياسين منصور توقع إن أسعار العقارات هتزيد تاني لكنه رغم كل ده طم من المواطنين وقال إن أسعار العقارات ارتفعت في أول كم شهر في 20-23 وده بنسبة 70% لكن واتيرة الارتفاعات بدأت تهدأ حتى لو حصل الارتفاع فمش هيكون بصورة كبيرة زي الفترة اللي فاتت قال كمان إن دلوقتي في بعض المطورين العقاريين بقوا يخرجوا من السوق المصري ويشوفوا فورستانيا في الدول العربية خصوصا في السعودية وحاليا بـ 9 لفتح مجالات استثمار هناك بس ده بجانب الاستثمارات الموجودة في مصر طيب هو مين أصلا ياسين منصور؟ ياسين منصور هو واحد من أكبر وأغنى رجال الأعمال على مستوى العالم وده لأنه بيمتلك مجموعة من أكبر الشركات أبرزهم بالدينز وسلاس المطاعم مكدونالدز مصر وحسن مجالة فوربس ستارويت ياسين منصور الشخصية وصلت لمليار و300 مليون دولار علشان بيجي في المركز السادس من أغنى أغنياء مصر والأخير في قيمة المليار درات بجانب ده كله هو شغل كمان منصب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في 2021 وكمان كان عضو مجلس إدارة بنك كريدي أكريكول طبعا لما راجل أعمال كبير وحود بيزنز زي ياسين منصور يكشف معلومة مهمة زي دي عن تسعيد الشركات في السوق للسعر الدولار طبعا إحنا كمان نسأل هل معنا كده أن التعوم جاي جاي؟ الخبير هاني جنينا شايف أن تعومي الجنيها يحصل بعد الانتخابات الرئاسية وتحديدا في أول 3 شهور من 20-24 علشان يوصل سعر الدولار رسميا لـ 38 أو 39 جنيه كمان وكالة فيتش توقعت ارتفاع سعر الدولار لنفس المستوى كمان قالت أن التعوي ممكن يحصل قبل نهاية 20-23 أما بقى بنك ستاندرد فكان ليه رأي مختلف واللي حصل أن البنك كان قبل كده متوقع ارتفاع سعر الدولار لـ 36 جنيه مع نهاية 20-23 لكنه رجع عدل توقعاته في الأيام الأخيرة وقال أن مصر هتاخد نفسها ومش هتعوم الجنيه دلوقتي انتم بقى توقعاتكم ايه؟ لمصر الجنيه الفترة الجاية شاركني برأيكم في التعليقات